طيب احنا لحد الوقتي فهمنا ان فيها نقدر نقول نوعين نقسمهم نوعين نوع ونوع طيب قلنا انه اللي انا مش مضطر اعمل شيء غير اني اقسها هي فقط وايسر ما يكون وابسط ما يكون انا عايز ايس ديستانس او ايس لنف اتفضل اللي انتهو محتاج ايس تايم تفضل التايم هو طيب محتاج ايس اكسليريشن وارز مينت با اكسليريشن يا جماعة بالعربي العجلة تصارع بلاش خليها سبيد ايس سبيد هعمل ايه باقر ايس لنف وايس تايم وارجع اعمل فرملا معينة او معادلة معينة عشان ابتدي اطلع منهم او استخرج منهم السبيد او الفلسطي او ما انا عايز استخرج منها سؤال صغير هقول الفوليوم الفوليوم هل هو فانديمنتل ولا هل هو درايفد حد يقدر يقول لي كده يا مؤمن الفايد يلا الفوليوم فانديمنتل ليه ليه فانديمنتل ويا جان ويا سعد الفوليوم موافق موافق مؤمن في كلامه بيقول لي ان الفوليوم فانديمنتل الفوليوم فانديمنتل هو بيقول انت موافق ولا مش موافقه? مش موافقه طبعا. ليه? ليه مش موافقه ليه? تعليم مع بعض في حاجة يا ولاد? ها? مش عايز تقول لي ليه? طيب انت موافقتش. ومؤمن قال انها طيب حنين الفوليوم. مصر عشان الفوليوم مسافة وزمن? الفوليوم مسافة وزمن يا مؤمن? ولا مين بيكلب سعد? الفوليوم مسافة وزمن يا سعد? اه. انت معلم السويس مش كده? طيب. طيب يا سعد ماشي. ماشي حبيب. لأ الفوليوم مش مسافة وزمن يا سعد. الفوليوم مش مسافة وزمن خالص. حجم العمارة اللي انت اللي انت اعايش فيها. ليه علاقة بالوقت? يعني الحجم العمارة بيقل بالليل وبيكبر الصبح ولا هو ثابت في كل الاوقات? رد عليا. طيب يا سعد ماشي. الفوليوم مش 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 يعني. رجلها علاقة بالزمن خالص. قول لي يا حنين الفوليوم احطه في الفنديمنتل ولا في. مستر والله انا كنقذل في جستي. اه لا انا بتكلم على تاني الفوليوم. الفوليوم اه هنا هو. في ولا في الفنديمنتل. الفوليوم. اه انا بقول الفنديمنتل. حنين بتقول الفنديمنتل. طيب الاجابة يا ولاد ان الفوليوم. في درايفيد. ليه? ليه? لانه رغم انه قد يبدو للبعض انه في واللي هو اللينف. مش كده ولا ايه? انا عايز اجب معي كيوب. وايه? عايز اجيب الفوليوم بتاعه. فلازم اقيس. هه? امجر اللينف. الوادث والهايت. اللي ده عبارة عن لينف. الوادث ده عبارة عن لينف. الهايت ده عبارة عن ايه? لينف. صح ولا لا? قد يبدو ليك انه عشان لينف 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 يبقى هو فنديمنتل. اللي اجابة لأ. انما هو درايفيد ليه? لانه عبارة عن خاصل نتيجة عملية حسابية. يعني عبارة عن اللينف في الوادث في الهايت. مش كده ولا ايه? مش دي عمش دي فورملا مش دي معادلة. مش دي معادلة. فضل حبيب. امس سموك بس عدي الحتة ليش مش فيما كويس? حاضر. احنا قلنا ايه اللي بيخلي الكمية عبارة عن كمية فزيائية ما هي? ما هي مميزات. الفيزيكال كوانتيتيز الفنديمنتل. ام تقول عليها فنديمنتل? اتفضل ايه انت اقول لي? انا بقول لحدك مش مش فاهمها. محمد واقل حاضر يا حقيقي. يعني مش فاهم الفنديمنتل والدرايفيد مش فاهمهم? اه. طيب. هنعيد تاني بنقول. من الكميات الفيزيائية في الحياة? عشان اجي استخرجها واقسها واحصل عليها. في كميات فيزيائية بحصل عليها على طول مباشرة بدون اي مجهود. في كميات فيزيائية مش بالساهل كده. لا ده انت عشان تعرف تقسها بتعمل عمليات حسابية وتجيب مش عارف ايه وتحط ايه وتضرب ايه وتجميع عشان يا دوب تعرف تجيبها. يبقى فيه كميات فيزيائية سهل الوصول اليها سهولة تامة. وفيه كميات فيزيائية مش عايز اقول صعوبة تامة لكن مش بالسهولة تامة مش بالسهولة زي دي لأ فيها شوية شوبر. الكميات الاساسية اللي بيسهل الوصول اليها سهولة تامة بنسميها كميات اساسية وهي بلما بتيجي لتتقاس زي اللينث مثلا. اللينث لما باجي اقيسه بقول المسافة بالمتر. خلاص است المسافة وقلت المسافة. طب الزمن است الزمن وقلت الزمن. طب الماس است الماس وقلت الماس. هو كده سهل اه كده سهل. طب امتى بقى تكون صعبة عشان افهم. الصعبة دي بقى لما اجي مثلا واحد يقول لي. هكلي الستيد. هقول له الستيد. الستيد عبارة عن. فيش حاجة اسمها هتروح تقيس الستيد. الستيد ما بتلاقياش في الطبيعة كده. امال بلايه ايه? بتروح تقيس الديستنس. وترجع تقيس الزمن. وترجع تقسمهم على بعض. والناتج اسمه الستيد. شوف اللفة. يبقى الستيد دي هقدر اجيبها مباشرة ولا لازم اعمل شغل. رد علي. لازم اعمل شغل. لازم اعمل شغل. تمام. لازم في اجراء. في بروسيدر لازم اتبعه. في فورمولا لازم اتزم بيها. في رول. في قانون. في مش الموضوع. مش الموضوع. في ترمز وكنديشنز. عشان اعرف اجيب الفيزيكال كوانتيتي اللي هي اللي هي اصلا اسمها مش تقق درايفيد. مش مش من ضمن عيلة الفنديمنتل. ولا من عيلة الدرايفيد. الدرايفيد. ليه? عشان انا هعمل شغل. عشان انا هعمل شغل. تكرر بس كده. بس بس. انت كده حسيت بالموضوع شكرا. انا عايزك تفهمه. ما انت عايزك تحفظه. وانس ان انت فهمت. انت في اي امتحان. جالك السؤال من هنا. جالك السؤال من هنا. انت اصلا فاهم. هتجاوب باي طريقة. لكن لو هتحفظ. ازا ما قلت بكده في المحاضر اللي فاتت. الحافظ مطلوب. بس ايه? بس مش مكمل للفهم. الفهم هو المكمل. هو هو الاساس. فانت كده خلاص. لما وصلتك الموضوع. يبقى بالتالي. بصوا بقى. كلكم هتجاوبوا صح الواضح ان انتوا كلكم فهمتوني. انا هقول مثلا. الاكسلاريشن. حيث الاكسلاريشن عبارة عن ايه? عبارة عن الاسبيد. على هل دي? الاكسلاريشن دي? ولا فنديمنتل? درايفد. درايفد. ليه? ازا كان اصلا احد مكونات الطبخة هو اصلا درايفد. صح ولا لا? صح. صح ايه تاني ممكن تقولولي درايفد في الحياة? بدوني امثلة كده? بسرعة اشتغلوا اشتغلوا معي بسرعة. الديناستي. الديناستي هنا هو? ولا هنا هو? درايفد. درايفد ليه درايفد? درايفد. عشان عشان بنعمل حساباتش انه عارف نجابة. اللي هي ايه? طرفت الهالي? مش مش فكرة الصراحة. برافو ماشي. اوكي. مفيش مشكلة. برافو عليك. بس انت ممتاز. الكونسيبت عندك جواك. فقلت لي انها درايفد. تمام. شكرا. لحد لحد السيشن تو دوت او المحاضرة اتنين دي انا مش طالب منك غير اللي انا بقوله تكون فاهمه. لكن لو قلت في يوم الايام ان الديناستي بتساوي الماس على الفوليوم. وسألتك قلت لي ما عرفش اهي. 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 فهم انا مش فهم? مش عارف اضربك ازاي بس هو كده. احنا على الفكرة المؤامنا كنا بنتبهدل. بس انتو على ايامكو يعني الدنيا دلع خالص وليس يقول لي الحياة بسيطة يعني. امسح. امسح. ايه يا مستر. شكرا. لا يا مستر لا يا مستر ليس اخرصش يا مستر. طيب يا حبيبي يلا. يلا يا سعد. انت منين يا سعد اه من اي منطقة في السويس? بورتوفيق. اهلا وسهلا. حضرك من اين? انا من السويس. سويس سويس يعني? ايوة. اهلا وسهلا. بيك يا حبيبي. من اين بقى من السويس يا مستر? ناحية العتاءة كده. ما اعمل. ما انت لو انت لو كنت صحي يا سعد او كنت معانا بمرة اللي فاتت. انا قلت اتعرفت بنفسي وباسمي وسكن فين والتيشيرت اللي انا لفسه لونه ايه كل حاجة كل حاجة حطيت يعني بس اتس اوكي خلاص طالما انت معانا النهاردة ولنسى الصحي النهاردة فاتس اوكي. امسى? والله مسترف سكرتك في كندا. صدر حابيتقول ايه? نصبه اقل. اعمل ايه? خلاص باقى مشينفع اكتر من كده? بصوا الياس بيقول لي الياس ابني بيقول لي تاخدوا سكرين شوت. هتبقى يعني البيستس اللي يعني احسن احسن حل بصراحة من اللي انتها تقعدتين اللي. طيب كده احنا خلصنا مش كل ما يمكن قوله في الفيزيكال كوانتي. لا ممكن نقول كلام تاني كتير عنها بس لحد اللحظة دي كفاية لحد كده نقول عن الفيزيكال كوانتي. لكن ممكن نقول كلام كتير وهنقول بس لحد اللحظة دي يكفي هذا القدر. ممكن ندخل على الكي ألمنت رقم اثنين وهو الماجرمنطول ممكن نخش عليه دلوقتي؟ ممكن. الماجرمنطول او الماجرمنطول. الماجرمنطول انا هستعرض انا هستعرض التلاتة فيزيكال كوانتيز الاساسيين في حياتنا المهمين اللي زي ما قلتلكو أصيلين جدا فينا. وهم اللنث والماس والتايم طيب اللينث والماس والتايم ايه اللي انا ممكن اقوله في الماجرمنطول والله الماجرمنطول للنث حاجات كتير زي الميتر تايب الميتر تايب ده هو الشريط الشريط اللي بتاع بتاع اللي هو بالمت ده اللي بيبط فكة زي السوستة عارفينه؟ هلا مش عارفينه؟ عارفينه امس ما ترى? الماكروميتر. الرولر. وايه تاني? ايه تاني ممكن نيزبيه مسافة? ايه? اليارد? لا اليارد دي وحدة قياس. المنتج اللي انت هتطلعه. بس ما فيش حاجة اسمها فيش جهاز اسمه يارد. الميتر ايه بابا? بالميتر رابون. ممكن. هو الميتر تيب هو الميتر رابون. الميتر تيب هو الميتر رابون على فكرة. طيب ايه بقى ممكن نقيس بيه? في حاجة اسمها الكاليبر ايه الكاليبر دي هنفهمها وهنعرف ايه هي الكاليبر وهنشوف صورتها بس خلينا بس نحطها هلا انا هحط اسمها علشان تبقى من ضمن العيلة وتلحق تطلع معهم في العمود بتاعها الكاليبر دي حاجة بتهوت على الشيء وبتمسكه بسننها كده عشان تعرف هو كبير ولا صغير يعني لو انا عايز اجيب سمك دي الكاليكوليتر عايز اجيب الثيكنيس بتاعها فيا ترى هجيب رولر وهقيس الثيكنيس بالرولر صعبة مش هتبقى بروبر مش هتبقى مناسبة مش هتبقى اتفاقنا ان انا لما حب بقيس فيزيكال كوانتيتي ابقى محددها ثم استخدم البروبر تول هل دي بروبر تول لقياس ثيكنيس بتاع الكاليكوليتر هل الرولر ممكن اقيس بيها؟ لكن مش بروبر تول مش صح مش تديني القراءات صحيحة يبقى يزلس في عندك حاجة اسمها كاليبر الكاليبر دي عبارة عن جو تو جوز يعني فكي كده يمسك الحاجة يمسكها ويقوم يطلع لك القراءة عليها وهنشوف لها صور ان شاء الله ورها لكم برافو عليك زي المفتاح ايوا كده زي المفتاح الانجليزي او فرانساوي هتلي كده الكاليبر فين اللي عندنا الكاليبر كاليبر فين طيب تعال بعد كده عايز اقيس الماس قلولي بقى كده حاجات بقيس بيها الماس اي تن اي到 وسهل؟ اي تن اي اي تن اي تنشوف اي تنشوف ها? ها? كل حاجة اسمها البيين بالانس. بنلاقي عند بتاع الفاك ها وبتاع اللي موجودين في السوق الناس اللي موجودين ايه? باعجائلين. صح او يا لأ? كفتين. مش كده ولا ايه? ايه تاني. في العيد الاضحى. في العيد الاضحى بنقيس الماشية واللي حاجة اللي هنتباحها. بحاجة اسمها ايه? الرومان سكيل. ميزان ميزان الاضحى. في العيد الاضحى. لما بتروح مع بابا كده وانتو بتوزنوا الخروف عشان تتبحوه. احيانا بتلاقي عند الجزار. برا عن حاجة كده بيم. وفيه تقل النحية دي. وبيعلق الدبيحة النحية التانية زي المرجيحة كده. ده اسمه الرومان سكيل. ميزان الروماني. اه دي. الفيرنر كاليتر. بقدر منها. اه ايه صح عرفت. افتح كده. سي مسلا عايزة ايسة بتاع القلم ده. اقوم عامل ايه? اقوم عامل كده. اهو. اقوم ايسة. هلاقي هنا رقم طلعلي. لكن مهمة فهمته وشفتوه. شفتوه. الفيرنر كاليبر خلاص? تمام. بالعربي اسمها القادمة ذات الورانية. اه برضو عشان لو حابيتو تعرفوا اسمها بالعربي. الطايم الطايم ممكن اقيسه باي تاني? بسرعة هقولك بقى بسرعة مش معقولة الطايم ها? بالساعة. ايوة. الساعة ايه تاني? الايه? البندليم واتش. البندليم واتش. وايه تاني كمان? ها? الديجيتال واتش? او الديجيتال واتش والانالوب وايه تاني? والساعة احرم ليا الساند واتش بزروفه عليك. في حدي بيستخدم الساند واتش دلوقتي? ايه تاني اولاد? ايه كمان? الكلوك. او الكلوك اللي بموجودة في بيتنا. يبقى الديجيتال واتش. الساعة الستوب واتش. الكلوك العادية. كل ده بقدر ايس بيها الزمان. انا العربي. يعني الحاجة المنسبة. انا دلوقتي عايز اقيس المسافة او بلاش المسافة. عايز اوزن اوزن ساي جمل. بلاش جمل. اوزن خروف. هاوزنه بالديجيتال بالانس. ولا بالسنج البالانس. الرومان سكيل. الرومان سكيل. برافو عليك. انا عايز اقيس سرعة انطلاق عربية سيارة من الصفر لحد ما يوصل سرعتها خمسين كيلو متر في الساعة صارت سبق. عايز اوزن. انا محمد واي. محمد برافو عليك محمد. طيب. انا دلوقتي عايز اقيس قطر شعره. ديامتر بتاع شعره. هقيسه بالميتر تايب. ولا الرولر. ولا الكاليبر. ولا مكرو ميتر. مكرو ميتر. كاليبر. كالوبر. كالوبر. بص بص. انت شفت قلت ايه قلت كاليبر. لان انت فهمت الكونسيبت بتاعها. لكن لكن الحقيقة الشعره اصغر كمان. الشعره اصغر من من قطر الالم. يعني الكاليبر بنستخدمه في اقطار ممكن يكون مثلا زي قطر المسطرة دي او سوري. تاع المسطرة دي. حاجات بتاع. لكن اما نخش بقى في الحاجات الدقيقة جدا. الماكرو ميتر هو هيكون استخدام افضل من الكاليبر. كواس كده? تمام. تمام. كده برضو اقدر اقول ان احنا يعني ساتسفايد تيمبرول اللي كده على الموضوع بتاع الماجرينج تور. هناخد الماجرينج يونتز. امس احداخده سكرين شوت اذا حبيته. في اكتيفتي. في اكتيفتي على الكاليبر ده. عايزين نبقى اوير بيها. في اكتيفتي عليه. على الكالي يا بردكاي. ازاي نستخدمه الفيرر كاليبر. ازاي نستخدمه وازاي نقرق قراءاته وازاي استخدماته بتاع. الفيرر الكاليبر اللي هو القديم. اللي انا قرته لكم دلوقتي حان ده احدث حاجة ده الديجيتال. اللي هو فيه زي الديجيتال بالانس كده بيديك رقم ديجيتال على طول. لكن النظام القديم بيبقاه انا لجه فيه خطوط شروط كده زي المسطرة. وازاي بيتقري. ان شاء الله بإذن الله في اكتيفتي هنعملها عليه. خلاص? بس ده عشان ما يستهلكش وقتنا في المحاضرة هنعملوا برة المحاضرات. وهنحدد الوقت ان شاء الله بإذن الله. خلاص? طيب. خد سكينشوت ازا حبيت عشان همسح. واحد اتنين تلاتة الوقت. عمل سكينشوت ازا حبيت عشان. بقدر. عمل سكينشوت. بجد بجد. منهج الفيزياء. قد ايه منهج سهل وبسيط. في حاجة بالامانة وبدون. انا عايزكم بجد تشوف تدور جواك. في حاجة في حاجة انا قلتها انت مش فاهمة. دور جواك كده. لو لقيت حاجة مش فاهمة اقول لي بسرعة. ولا كل حاجة لحد دلوقتي اه سهلة او بسيطة ومفهومة واضحة. الحمد لله لحد دلوقتي كله واضح. لحد دلوقتي كله واضح. وايس جدل. مستر. قدل. احنا هنصيرنا نقوله. نعم. هنصيرنا نقوله في الماس. نعم. نسان اقول. مستمعك يا حبيب. بص الماجرينج تول. ساي كده احنا كده برضو قلنا عنها. ما يمكن قوله حتى اللحظة. هنخش بعد كده على الماجرينج يونيتس. وحدة القياس. وحدات القياس زي ما اتفقنا مختلفة وبقدر من خلالها احدد الفيزيكال كوانتي التاعتي واقدر اوصفها. how to describe your الفيزيكال كوانتي كاماونت وكا 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 انت بتقيس بي. يعني ما تجي تقول مسلا بقسة ما بين بيتي وبين وما بين المدرسة. عشان انت تبلغني المسافة دي وانا حس المسافة دي في عقلي وافهمها. لازم تقولي المسافة دي قد ايه من حاجة انا اصلا عارفها. يعني تقولي مثلا المسافة بين مدرستنا وبيتي عارف يا بشوهندس. قد 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 عشرين خطوة من البني ادم المتوسط. فلو انت عارفين قد ايه البني ادم المتوسط. فيه ريفرانس نرجع له انا وانت من خيالنا. اه كده انا تخيلت المسافة. او تقولي انت عارف المسافة بين بيتنا ومدرسة حوالي متين متر او خمسمائة متر. انا متخيل انا عارف يعني ايه متر. وفيه ريفرانس في دماغي متخيل لمتر قد ايه. فلما تقولي متين هاضرب المتر ده في متين فهتخيل المسافة فقولك اه تمام مسافة. طيما هي ريبة هي. انت ليه تركب تكس. لما انت ادتني رقم وحددت لي وحدة القياس بالمتر. انا تخيلت المسافة والرسالة وصلت تمام. وعليه اقدر اخد قراراتي. واقدر اخد استنتاجاتي. واقدر اتكلم معاك. ان كنت هوافع على شراء الارض. ان كانت كبيرة او صغيرة. خلاص انا في انت ما اسحى قد ايه. اه ان كنت هابني عمارة. ان كنت هاشتري طفاح. وعرفت وزنه. الفاليو. الميجورينج يونت. والفاليو اللي قبلها. كانت عشرة كيلو جرام. اه خمسين متر مربع. اه 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 كيلو متر مسافة. القيم دي كلها بتخلي الناس تفهم. الفيزيكال كوانتيتي قدقي وتستوعبها الاستيعاب التاني. ما بقاش فيه لحبطة. انتو عارفين ان بريطانيا زمان كانت محتلة نص العالم. وعارفين كمان ان فرنسا كانت محتلة نص الاخر. مش كده ولا ايه. فالبريطانيين فرضوا ثقافتهم ولغتهم ولبسوهم وبيوتهم. فرضوا شخصيتهم وهويتهم على العالم على جزء كبير من العالم. والفرنسويين افريقيا لحد دلوقتي بتتكلم تلات ربعة بالفرنساوي لان كانت احتلال فرنساوي وفي بلاد مزالك. وبالتالي برضو فرضوا كمان وحدات قياسهم بالمرة. فالنزام البريطاني غير النزام الفرنساوي. ما في نزام اسمه المتري. حاضر. طيب البريطيش سيستم ده. الثلاث. الثريف ثري مين فيزيكال كوانتيتيز اللي احنا عارفين هم. اللي دايما اساسيين في حياتنا. ممكن حد يقول لي ايه هما? يلا يا ولاد ايه تلات كيمات الاساسية في حياتنا? المتر والسنتيمتر ايه الفيزيكال كوانتيتيز. انا هلا بص رجعت هنا. ايه الفيزيكال كوانتيتي الاساسية الثلاث الاساسيين. الفري ميجور الفيزيكال كوانتيز. الفونديمينتالز. الاساسيين ايه هما? لنسو ماسو تايم? لنسو تايم وماس. وماس. برافو عليك وايوة كده. ايوة كده. طيب. اللنس. البريطانيين كانوا بيقولوا عليه ايه? الفرنسويين بيقولوا عليه ايه? النظام المتري قال عليه ايه? التايم? البريطانيين قالوا عليه ايه? الفرنسويين قالوا عليه ايه? المتري قال عليه ايه? الماس كذلك كذلك كذلك. في اللنس البريطانيين كانوا بيحبوا يمشوا ويتمشوا ويقسوا المسافة بخطوتهم. فعشان كده يقولوا ايه? بلياردة. حتى الحد اللحظة دي كرة القدم الكلام فيها بلياردة. صح ولا لأ? يعني باللياردة حتى. طح تمام. يارد. اليارد اللي هو الخطوة. انا كده وان يارد. اتنين يارد. يارد يعني خطوة. تمام? تمام. فاهمها ولا مش فاهمها? اللي جماعة البريطانيين لما كانوا يحبوا يقيسوا كانوا بيقيسوا بالخطوة بس لما بيحبوا برضو يبسطوا الخطوة. تخيلوا وعارفوا وعارفينوا قسموا الخطوة اللي خطوة واحدة? قسموها ايه? قسموها ثلاثة اقدام. ثري فيتس. ادي الواحد ماشي كده. ادي ادم. معالش باع رسميتي مش حلوة خالص. ادي الادم ما اعرفش ادم رجلين مفلطحة كده ليه? وسمة دي يارد. ودي اسمها فيت او فوت. قدم عشان يقيس مسافة بين المدرسة للبيت بيعدها بالادم او كل اللي تلاتة ادم يقول عليهم ياردة. فالنظام البريطاني كان بيشتغل بالادم. قم يجي يوصف مسافة يقولك المسافة بين المدرسة والبيت تلتمية قدم. ناشي. بيمشي بقى كده هو يحط بقى ايه? كعبه قدام مشتل اولاني وكعبه قدام مشتل تاني وهكذا وهكذا. لحد ما يوصل لحد المدرسة يعدهم يعدهم كده اقدام. طيب ايه تاني نظام البريطاني? الز aquaman لما في نظام البريطانية حبوا يقسموا الزمن ، من قبل ايه؟ بالثانية الفتانيين لما حبوا يقسموا الزمن قالوا هنقيس الزمن بالثانية. مش هنقيسوا بالدقيقة ولا هنقيسوا باليوم. مع انهم عارفين ان الدقيقة 60 ثانية هم فاهمين. بس لما بحبوا يعبرو عن الحالي عن الزمن يعبرو عنه بالثانية. طب يا جماعة يا بريطانيين لما بتحبوا بتعبروا عن الماس بتعبروا عنه بايه قال لك احنا بنعبر عن الماس بالباوند ايه ايه الباوند ده اللغة العربية اسمه الرطل الاستعمار الانجليزي كان في مصر لما تكتبوا تتفرعوا على الأفلام اللي بايدوي سود بتاعتنا في مصر هتلاقي الناس ماشيين في الشرع مسكين خضار كنت فين كنت بجيب رطلين طفاح الرطلين عنب في الأفلام ده الموجودة لحد الوقتي وخش على الأفلام اللي بايدوي سود ودوروا عليها كنا بنقس بالرطل ما كنا ناش بنقس بالكيلو كان استعمار الانجليزي مأثر علينا كنا بنقس بالباوند الباوند بالعربي يعني بك ده وحدة قياس أوزان خلاص جبت قد ايه يا طفاح والله جبت اربعة باوند طفاح خمسة باوند وتفر بقى انت شوف انت عايز ايه طب هو الباوند قد ايه تقريبا يعني عشان بس نفهم هو الباوند اقل من كيلو بس هو فهمتوا بس هو معروف يعني حجم وزنه معروف طي الجماعة الفرنسويين كانوا بيقاسوا المسافة بايه احنا قلنا ببريطانيين بيقاسوها بالقدم اما الفرنسويين فرنسويين عشان بيكلموا بفرنسوي وبقهم صغير فقالوا هنعملها بالسنتيمتر فتكروها بكده طب والزمن يا جماعة بتوع فرنسا هتحسبوه بايه قال لك هنحسبوه بالسكند برضو عادي طي الماس الكتلة هتحسبوها بايه يا جماعة بتوع فرنسا قال لك هنحسبها بالجرام يعني لما حب اجي قول جبت ما جبه نص كيلو ما قولش نص كيلو قول خمسونية جرام هم بيحب يقولو كده اوكي خمسونية جرام خمسونية بس انا عارفين هو جاب قد ايه لما حد قال لك خمسونية جرام انت فهمت الكمية وقدرت تتقدرها لما يجي واحد فرنسوي يقول لك ايه هتديك خمسونية جرام تفاح انت عارف فهمت ولا مفهمتش انت فهمت لانك متخيل يعني ايه جرام ومتخيل يعني خمسونية فهمت الكمية من غير ما ايه من غير ما اتوزينها خلاص عارفت الوزن اللي هو قال المعلومة وصلتك طيب النظام المتري لما حب يقيس اس بالايه عشان باين من اسمه متري لما هيجي اسمه سافة هي اسحب ايه ردوا علي بالمتر بالمتر شكرا مش معقولة صح كده والله العظيم منهج بنتحك يعني بنلعب مع بعض ما فيش ما فيش فين المنهج انتو مش عارفين ان النظام المتري بالمتر يعني باللوجيك كده من غير ما حتى تفتحوا الكتاب المنهج كله لوجيك وسهل ومرنا به واكرر ما زلت اكرر وهكررها كل حصة وكل محاضرة وكل يوم وكل دقيقة اني الفيزي هي الصديق لينا حتى حتى الجزء ده الجزء ده اعتبر جزء تاريخي احنا مش عايشينه دلوقتي في مصر ممكن ما بنتكلمش بالفوت ولا بس بالباون لكن ده جزء تاريخي او جزء يعني نتعرضنا له بس حتى ده سهل وبسيط مش هنيكرر بعد كده كلام من جزء التاريخي ده نتكلم بقية بالمتري او نظام النزام الدولي خلاص طيب اما قالوا برضو هنعملوا بالسكن السؤال اللي بيجي في كل سنة اتفقت الانظمة السلاسة على انه اتفقوا اتفقوا على الطول ولا اتفقوا على الـ time ولا اتفقوا على الماس والتايم اتفقوا على الماس